تلميمة وشخير مرضاية الولدين نبدأ بهم عن نهار الزين إن شاء الله راضين عليكم دنيا واخرى يا ربي رضاية الولدين رأي تحل ببال المسكرين وترضي رب العالمين مرحبا بكم في حستكم يا أوم سعيد ليوم الثلاثة 27 أبريل 2021 الموافق لـ 15 رمضان 1442 للهجرة استقبل في الوستوديو سيد سليمان شعباني من موليد 11 أبريل 1988 بحجم العيون إطار بالاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحري متحصل على الإجازة في قانون المؤسسات والأعمال والماجستير في القانون العقاري نشر عديد المقالات في مواقع تونسية وعربية حول مواضيع سياسية واجتماعية لكن هذه المرة وتقريبا لأول مرة يتيح قدامي كتاب من هذا النوع ينشر كتابا جديدا إصدار 2021 جد وقوانين النظمة لاستغلال الأراضي الدولية الفلاحية وتعرفون أنه عندنا مجموعة كبيرة من الأراضي الدولية الفلاحية لربما خمسمائة ألف كتار وتونيخوا المعلومة الصحيحة من سي سليمان شعباني ولكن من شي قد نصغل فيها أحسن استغلال شنية وضعيتها؟ شنية مشاكلها؟ كيف نعالج؟ هل طرحت هذه الأسلة في هذه الكتاب؟ هذا يما نخوضه فيه مع سي سليمان اللي نجدد له التحية والشكر على تلبيت الدعوة مرحبا بك سي سليمان شعباني بخير صحاتم تحية ليك وتحية إلى كل متابعي ومشاهدية الإذاعة الوطنية ومتابعية ومساعدة مرحبا بخير جدوى القوانين المنظمة لاستغلال الأراضي الدولية الفلاحية كتاب جديد مهم جدا في فراغ نشأنا حول كتب تعالج ولا تصل لتضوى إلى إتقد منا هذه المنظومة منظومة استغلال الأراضي الدولية الفلاحية علش وكيف ووقتش؟ كما تفضلت الكتاب صدر سنة 2021 أنا انطلقت في الاشتغال على الأراضي الدولية الفلاحية في 2019 في إطار الماجستير استغلت على استغلال والتصرف الأراضي الدولية الفلاحية الحقيقة لقيت مشاكل في المراجع خاصة الكتب التي تعنا به الموضوع الذي هو الأراضي الدولية الفلاحية فاليوم خاصة أنه تم نقاش كبير في البلاد على برشة قضايا قضايا سياسية قضايا إديولوجية قضايا ثقافية القضايا الاجتماعية الاقتصادية معناها تم شح في النقاش حولها ودفع النقاش حولها من منطلق وطني من منطلق المساهمة في الجهدة حبيت ندفع نحو نقاش حول هالرصيد الثمين اللي عند البلاد التونسية اللي هو الأراضي الدولية الفلاحية هذي الهدف الكتاب عملت للمختصين معناها؟ ولا لعامة التونسيين؟ هو الحقيقة وأنا في الاتحاد تونسي فلاح وسيد البحري يجيونا برشة شباب يسألوا على كيفية استغلال الأراضي الدولية الفلاحية فحاولت من خلال الكتابة ذي مبسط هالإجراءات القانونية المتعلقة كانوا جيد معناه بشوالي كانوا دليل بالنسبة ليهم يبسط لهم هذه العملية أي شاب ولا أي مواطن يحب يستغل أو يستثمر في الأراضي الدولية الفلاحية ينجم يلقى مختلف الطرق متاع الاستغلال ذي والإجراءات القانونية المتعلقة به نقطة ثانية تعرضنا لها وهي إشكالية كبيرة عنا تقريبا قبل ما نفوتوا النقطة هذية بملاحظة وصلح لي تحت نظارك بطبيعة الحال صلح لي ديك أنا نغال الشاب هذية اللي حب يستغل الأراضي الدولية يلزموا مئة سنة القدق وما يتمكنش التمكين من الأراضي الدولية فيه شروط صعيبة برشة للشباب حسب نحكيها ولي يلزمها شريكة أحياء ويلزمها رسيد ويلزمها معقد ويلزمها أهداف وكذا وكذا فالتسكيرها كلية على هذا الشباب هل هذا صحيح وإلا لا سليمان شعباني هو صحاتم بالنسبة للمناء استغلال أراضي الدولية الفلاحية من قبل الخواص بما فيهم الشباب عنا ثلاثة أشكال متع استغلال عنا أما في إطار شركات أحياء وإلا في إطار مقاسم فنية وإلا في إطار مقاسم الفلاحين الشبان الحقيقة في السنوات الأخيرة خرجت قايمة متع الشركات الأحياء وتقدموا مجموعة من المستثمرين كيف كيف في مقاسم خذيه؟ أي خذيه أي خذيه في إطار شركات القايمة خذيه معناها بكل شفافية مش كمقبل مش كمقبل صاحب فلان الناجم يدبر له الموضوع متع الشفافية في تقديري قاعد يتحصل لكن ما زال برشا خدمة لي واضح النقطة والطريقة الأخيرة بالنسبة للفلاحين الشبان زادة كيف كيف لكن ثم جملة من الإشكاليات مؤخرا في مجموعة من الوليات تم إسناد مجموعة من الشباب مقاسم فلاحين شبان للأسف هل الفلاحين الشبان تم تحويزهم من قبل الدولة لكن المتساكنين من المناطق المحيطة بالأراضي هذه ما خلوهمش يستثمرون لأنه معناها للأسف بعد الثورة هل مستغلية الأراضي الدولية الفلاحية تعرضوا لعدة اعتداءات سواء على الناس الموجودة من قبل على مستوى الاستثماراتهم وإلا الناس اللي تم تحويزهم لاحقا يعني بعد الثورة وتم منحهم من أنهم يقوموا بالنشاط متاحهم وبالاستثمار متاحهم بدعوة هذا هو هذا السؤال وين القوانين الزجرية التي استحقها تول أراضي الدولية الفلاحية لمنعها الاعتداءات هذه على مستغلية وعلى الأراضي الدولية الفلاحية وعلى استغلال أراضي الدولية بطرق غير قانونية بربي بشنا نعجل الكتاب نذكر أن التقديم هو لرئيس اتحاد تونسي الفلاحة وسيد البحر يعني شفته الآن لسعب المجيدة اللازار ثم كانت المقدمة ثم المحاول اللي وقعت تعرضت لهم معتيني الأربع محاول الكبرى اللي اتركت لهم في هذا الكتاب اللي كما قلنا هو دليل ويصلت الضوء على الأراضي الدولية في قدش من الصفحة جانا الكتاب تقريبا في 63 صفحة نعم كما قلت فيه مقدمة مقدمة ذي تطرقنا فيها لتطور القانوني للمنظومة القانونية اللي تعنى باستغلال الأراضي الدولية الفلاحية من فترة الاستعمار إلى اليوم كما تعرف الأراضي الدولية الفلاحية هي تعتبر من الأراضي المسترجعة من قبل المستعمرين وبالتالي هي من أكثر الأراضي خصوبة كيف هي من الأراضي المتأتية من تصفيت الأحباس أراضي الأحباس قدش عنا تقريبا حوالي عنا حوالي 500 ألف كتار من الأراضي الدولية الفلاحية مقسمة بين أراضي مهيكلة وأراضي غير مهيكلة عنا في حدود 307 ألف أراضي مهيكلة والبقية غير مهيكلة في التصرف ديوان الأراضي الدولية ومخصة إلى جملة من المؤسسات العمومية ومؤسسات التكوين والإرشاد الفلاحي 307 أراضي مهيكلة مصغلين كما يجب إلا خرجتنا الهينات الموجودة في كيفية الاستغلال هو كل شكل من أشكال الاستغلال يعيش جملة من المشاكل بالنسبة عنها تقريبا 197 شركة أحياء عايشة جملة من المشاكل بمفاهي اللي تعيش معناها أزمة متاع مديونية مقاسم الفلاحين المقاسم الفنية كيف كيف معناها بحكم أنها ميسحات معطاة برش كبيرة برشا وذلك عليش دعينا من خلال الكتاب أن الدولة تدفع أصحاب المقاسم الفنية هذه إلى التشكل في شكل مؤسسات متاع اقتصاد تضامني واجتماعي وتعيزها كيف كيف مشاكل خاصة بربي حدثني على مشاكل أخرى سمحني الاعتداءات قتل عليها تقول الاعتداءات من طرف الموحيتين بهم هكذا فمشكلة آخر ما فهمتوا هل جمودة العقود قالوا لي شنين الحكاية بالضبط وريدها موجودة كما حور عندك في الكتاب هذا اللي تعرضنينه في الجزء الثاني وهذه المشكلة كبيرة إذا كان عنا تقريبا في حدود الميةين ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ بمعنى أنه ثم مواطنين تحصلوا على إسناد أراضي في فترة الأربعينات وفي السبعينات وفي الستينات الأراضي هذه تم أعطاهم شهايد إسناد لكن ما تمش أعطاهم عقود نهائية ما عندهم شهايد ملكية نهائية يعني كانوا حوز حوز فقط حوزته الدولة لكن اليوم لا ينجم يخقرض لا ينجم يعمل استثمار لا ينجم يبيع لا ينجم يعمل حد شيء جاء القانون عدد 25 سنة 1995 وقال يمنع التفويت في الأراضي الدولية الفلاحية إلا في إطار التسوية أو المعاوضة والتسوية قال بمقتضى أمر الأمر هذا يبقى 16 سنة باش نصدر أمر 33 سنة 2011 لقى إشكاليات في التطبيق زي دصدر أمر من بعده سنة 2015 أمر 1870 لسنة 2015 الأمر 1870 لسنة 2015 على أساس أنه بيش يسوي كل الوضعيات القديمة سيحات من لو كان نمشيه بنفس الإجراءات الموجودة تو وبالمتابعة متع لجنة التصرف حسب الأهداف لمستوى أملاك الدولة واللجنة الوطنية الاستشارية واللجانة الجهوية والإجراءات الموجودة وجملة المدخلين اللي يجبهم يكونوا موجودين في المعاينة متع الأراضي هذه وتحديد الأثمان ومن بعد القرار والمصادقة بأمر والنشر في الرايد الرسمي يلزمنا مئة سنة باش يتم تسويد كل الوضعيات مئة سنة معناها بش نفس نفسه لأنه أنت تجي لجنة التصرف حسب الأهداف تضبط بمدار زمنية متع خمس سنوات في العام الأول تخدم فقط خمسة مئة وضعيات من جملة ما يتجاوز لـ 44 ألف حال ومبارشة وضعيات بشكل خاص متقولش في منطقة معاينة فقط على جميع المناطق في الجمهورية من الشمال إلى الجنوب نحن نقوله صحات ونقوله راهو الأراضي الدولية الفلاحية هذه رصيد ثمين للدولة التونسية اليوم صار برشة نقاش في علاقة بالأراضي الدولية هذه من بينها أنه إمكانية التفويت فيها للخواص من بينها يعني جملة وإلا أنه الدولة تبقى فقط هي كي تتصرف الأراضي الدولية الفلاحية هذه رأينا ش Sinne ديوان الأراضي الدولية الفلاحية تحتهم مساحات هامة تحت التصرف وكل مرة يشاهدون في التلفزة والقل في المواقع الإجتماعي وضعيات تتبكي من طاعي المراكبات هذه كأنها هذه الضياءات الدولية التي تحت تصرف الأراضي الدولية كيف الأراضي الأخرى اللي عند الخواص ح latchو كيف كنا نقول عن المشاكل التي respuesta اليوم أصبح من المهم وأصبح من الملح لحماية هذه الثروة كما نحكيه على ثروة البترول عنا مناهم ما شاء الله رسيد عقاري ثمين أراضي كما قلت لك كانت تحت يد المستعمر بمعنى أنها من أكثر الأراضي خصوبة اليوم الدولة مطالبة بحوكمة التصرف في هذه الأراضي الأراضي هذه تنجم تكون مراكز إشعاع على بقية الرسيد العقاري الفلاحي من البلاد على بقية الفلاحين أيضا نضيف لك في خصوص الأمن الغذائي والاكتفاء الغذائي تعدلك الأسعار وقت الله بتوى الدنيا في الأسعار لأراضي الدولية هذه تنجم تعدلك الأسعار ثم قاعدين تفرجوا فيها ومنش نصغلوا فيها لسه غلال الجيد نعم في برشة معناها مواسم الأراضي الدولية الفلاحية كانت عندها مساهمة كبيرة في الانتاج الوطني من المنتجات الفلاحية لو كان يحسن التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية هذه بإذن الله يكون التونس مخزونات استراتيجية ونحن اليوم نحكيه على أساس أنه عندنا مشكل متع مخزونات استراتيجية عنا مشكل قاعدين نوردوا في الحبوب عنا مشكل متع بوذور ممتازة اليوم إذا كان نحصن التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية هذه بإذن الله تحل جملة من الإشكاليات متاع هالقطاع اللي أحنا نقوله وهو قطاع مهمش وهو قطاع يعاني وهو قطاع عنده من الإمكانات باش ينهض بالاقتصاد الوطني وباش يكون قادرة للاقتصاد الوطني لذلك أصبح اليوم من الملح أنه يصير حوار جدي موش فقط بشكل استغلال الأراضي الدولية الفلاحية كهو وإنما في علاقة بحكمة التصرف في هاء الأراضي الدولية الفلاحية هذه الكتاب صدر منذ يامات في 2021 قلنا الكتاب جديد مفهمش نشر لا أنا طبعته بكل فذة عن نفقتك الخاصة نفقتك الخاصة وقاعد نواجع فيه توزع فيها كيفاش مجانا 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 موش تباع في المكتبات لا مجانا وهو على ضمة أطباعة كمية محترمة وهي على ضمة كل من يريد الاستفادة وإلا كل من يريد أن يدفع بالنقاش نحو هالموضوع اللي نعتبره موضوع مهم وموضوع وطني اللي هو موضوع الأراضي الدولية الفلاحية سليمان شعباني هل هو أول كتاب تصدره نعم أول كتاب هذلك علشه عملته مجانا توزع فيه مجانا لا ولن يلن القضية وطنية الكتابة الثانية هل يكون أكثر عمق في خصوص هذا الموضوع لأنني حسيت كينك خديت أربع محاور فقط خدمت عليها وقلت كينه الباقية في الجزء الثاني نعم هو الملف من الأراضي الدولية الفلاحية موضوع كبير وشاسع والنجم نكتب فيه مجلدات ودعوة إلى كل الباحثين في القانون العقاري لأنه بالحق ثم شح في المصادر ذات العلاقة بالأراضي الدولية الفلاحية يعني بإذن الله إن شاء الله بيش يكون عندنا خدمة أخرى في علاقة بهذا الموضوع هذي الموضوع الأراضي الدولية الفلاحية هل المشكل مشكلت مشرع؟ ثم مشكل في مستوى القوانين عن مجلة الأملاك الوطنية التي تم نقاشها من قبل جملة من المتدخلين تخدمت على مستوى وزارة أملاك الدولة عادي بها على مستوى رئيس الحكومة ننتظر أنها تمشي للبرلمان بيش تحل المشكلة متع التشتت وتعقد الإجراءات المتعلقة بالقوانين المنظمة لاستغلال أراضي الدولية الفلاحية والاستغلال الأملاك الوطنية بشكل عام وفيها باب متعلق بالعقارات الدولية الفلاحية هذا إن شاء الله يصبح من أولويات مجلس نواب الشعب ويتم نقاشه في مستوى مجلس نواب الشعب عنا كيف كيف قانون الشراكة ما بين قطاع العام والقطاع الخاص وصارت اتفاقية ما بين أملاك الدولة ووزارة الفلاحة على أساس تكون ثمى كرات شروط لاستغلال الأراضي الدولية الفلاحية ما بين القطاع العام والخواص التواسع وحتى المستثمرين الأجانب مع حفظ الملكية متع الأراضي الدولية هذه تبقى دائما عند الدولة هي طريقة الدولة في خصوص الأراضي الفلاحية كما طرق الأخرى لزمة تتكري على عشرة سنة وإذا خمسة سنة خمسة عشر سنة هكذا أو ليه تقريب ثم بتلب العروض ثم كيف كيف بالمراكنة بالمراكنة لكن الملكية تبقى دائما وبدل الدولة قانون خمسة وتسعين وهذه أنا نعتبره الأنسب قانون خمسة وتسعين منع التفويت في الأراضي الدولية الفلاحية إلا في إطار المعاوضة وإلا في إطار تسوية الوضعيات القديمة مع تسوية الوضعيات القديمة ضروري أنه تتسوى وضعية الناس دوم تقريبا أربع واربعين ألف حالة قاعدين يتفرجوا على أراضيهم ضروري أنه تصندونهم تسير تعقد الإجراءات عليش؟ عليش أحنا نطولوا فيها تنجم أنت اليوم مؤسسة الدولة أما أنه تعطي تفويض للليجان الجهوية وللولات المصادقة ويتم إسنادهم معناها في تحديد خاصة القائمة المعنية بالتسوية القائمة النهائية المعنية وتحديد الأثمان ومعناها أن نتجاوزوا هال مشكلة تعطل إجراءات وإطالتها ثم جملة من المقترحات القانونية اللي تنجم تساهم في حوكمة التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية هذه نعم شكرا لك سيسليمان شعباني نذكر الكتاب هذا مهم جدا جدوى القوانين المنظمة لاستغلال الأراضي الدولية الفلاحية مزل كيف يصدر هذاك علش تصدقينها سيسليمان مش نسألتوا عليه ذو شكرا لك نبقى في المتابعة ونشوف هل تقدم في خصوص الأراضي الدولية اللي من شأنها وليس تكون دافع كبير للفلاحة التونسية من ناحية ملف مهم وضروري اليوم الإعلام وضروري النخبة السياسية وضروري وأنا أدعو شباب تونس خاصة أنهم يدفعوا نحو مثل هذه القضايا ندفع النقاش نحو مثل هذه القضايا اللي فاها بالحق مصلحة للمواطنين وفاها مصلحة للبلاد المستقبل بلادنا الوليداتنا للشبان هدوما اللي حبوا يحرقوا يلقى كان يلقى كيفاش بش يصغل ويربح لهنا في بلاده ويحق حلمه ويخوار دوليه بعقدة متاع مراكنة وعقدة متاع استغلال وعلى شيء متاع اسقاط الحق على ركبته مباشرة حتى ولو انه عنده حق الانتفاع البنكات خاف من ريزك قولك ما نعتيشه أنا في أي لحظة من لحظات نجم الدولة تسحب مني مش عندهم البنك الوطني الفلاحي الباناء مشكلة متاع البنك الوطني الفلاحي ومشكلة متاع التمويل متاع القطاع الفلاحي بشكل عام خاصة من قبل البنك الوطني الفلاحي معناها للنظر البنك الوطني الفلاحي أنا شوفت رقم معاملاته معناها كبير برشا على الفلاحة تقريبا ما يخدم كل الفلاحة بنسبة 2% البقية والبنك بانك تجيري عادي كيف وكيف بقية البنك بد أنك تلقى بنك أخرى يمكن البنك أخرى أخير من البنك من الفلاحة أكثر من البنك وطني الفلاحي عمدل عملنا يا بانك وطني الفلاحي الله يهديهم من الوخي هنا في البنك وخاصة لأنه بانك عمومي في وزارة المالية وفي أيضا شسمها وفي البنك سنترال وصير مجهودة البنك الوطني الفلاحي في مستوى الدولة بشكل عام نحو الدفع ومعنى في بالي صارت تغيرات فامة مدير العام جديد والد البهي في المدير العام جديد وهذا الذي ينمنع مؤسساتنا ولد المؤسسة في مختلف سلم الوظيفي ويعرفها فبالتالي ينجم يغير هذا التواجه نحو الاستثمار في القطاع الفلاحي وهو مربح على جميع المستوات اقتصاديا واجتماعيا وغير ذلك إذا كان تبعد عليه المشاكل الموجودة فيه والدولة بالحق تعتني به القطاع هذا يصبح قطاع جهذب وقطاع مربح إن شاء الله يجب أن تكون هي الحل هذا اللي يقوله للدولة شكرا لك سيسليمان شعباني وإن شاء الله يومك سعيد نذكركم من كتاب لأزروسي سليمان شعباني جد والقوانين المنظمة لاستغلال الأراضي الدولية الفلاحية تابع على نفقته الخاصة ويوزع في مجال العملية ماشتجارية علمية وأيضا وطنية هذا اللي يقوله هنا سيسليمان اليوم